السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في كروشي جانا انه هبدأ هنعمل مع بعض شهل مسلس بغفزة جديدة شكلها جميل جدا وفي نفس الوقت سهلة في التنفيذ تكرر التلسطور بس هنمشي خطوة بخطوة وان شاء الله تعجبك الخيوط المستخدمة انا هستخدمه مالايا سوبا بلوكس انت كمان فيك تستخدم اي خيوط انت حبه وهستخدم معي ابراقم اربعة يلا بنا نبدأ بس قبل ما نبدأ يا بيت تدعمينا بلايك وشيبه لو جديدة معنا تشتركي في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله نبدأ بسم الله اول حاجة هعملها عقدة البداية بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمس خمس سلاسل هبروح على اول سلسلة بدخل وبسحب الخيط وبخرج بمنزلك كده انا قفلت الداية بتاعتي واحد اتنين تلاتة سلسلة وده هعطبه اول عمود معي في الدور الاول لفها الابرة من داخل الداية اللي انا عملتها بسحب الخيط وباخد العمود التاني كده بالابتفاعة عندي اتنين عمود واحد اتنين سلسلة لفها الابرة من نفس الفراغ باخد اتنين عمود العمود الاول العمود التاني واحد اتنين تلاتة سلسلة لفها الابرة من نفس الفراغ باخد اتنين عمود العمود الاول العمود التاني واحد اتنين سلسلة لفها الابرة من نفس الفراغ باخد اتنين عمود العمود الأول العمود الثاني واحد اتنين تلاتة سلسلة لفعلبة من نفس الفراغ بأخذ اتنين عمود العمود الأول العمود الثاني واحد اتنين سلسلة من نفس الفراغ بأخذ اتنين عمود العمود الأول العمود الثاني وكده الدور الأول خلص يبقى اشتغلنا اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود تلات سلاسل اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود تلات سلاسل اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود بالشكلة واحد اتنين تلاتة سلسلة وهالف الشغل ولفع الايبا من اول فراج على طول هدخل وهشتغل اول عمود الثاني واحد اتنين سلسلة من نفس الفراغ باشتجل اتنين عمود العمود الاول العمود الثاني يبقى كده انا اشتجلت في اول فراغ صدف واحد اتنين ثلاثة سلسلة وعندي هنا فراغ من ثلاث سلاسل لفع الابة وهفوت السلسلة الاولى السلسلة الثانية هدخل وبسحب الخيط واحد اتنين تلاتة اربعة لفع الابة هاخروج منهم كلهم مع داختين لفع الابة بخروج من الاتنين واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابة من نفس السلسلة هنزل تاني واسحب الخيط واحد اتنين تلاتة اربعة لفع الابة بخرج منهم كلهم مع داختين لفع الابة بخرج من الاتنين كده اشتجلت في السلسلة رقم اتنين اتنين بوف ما بينهم تلاتة سلسلة بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابة الفراج اللي عليه الدور على طول بتاع الاتنين سلسلة هاخد صدفة العمود الاول العمود التاني اتنين سلسلة اتنين عمود كده داخل الصدفة اشتجلنا صدفة واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابة عندي هنا فراج من ثلاث سلاسل بفوت السلسلة الاولى بروح على السلسلة رقم اتنين بسحب الخيط واحد اتنين تلاتة اربعة نفع الابة بخرج منهم كلهم مع داختين لفع الابة بخرج من الاتنين واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابة من نفس السلسلة بنزل وبسحب الخيط واحد اتنين تلاتة اربعة لفع الابة بخرج منهم كلهم مع داختين لفع الابة بخرج من الاتنين كده اشتجلت في السلسلة رقم اتنين اتنين برف ما بينهم تلاتة سلسلة بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابة بروح على الفراج الاخير وباشتجل صدفة اللي هي اتنين عمود العمود الاول التاني اتنين سلسلة اتنين عمود العمود الاول العمود التاني يبقى احنا عندنا كم صدفة في الدور عندنا صدفة في بداية الدور صدفة في الوسط صدفة في نهاية الدور والتلات صدفات دول هيفضلوا معنا سبتين تنمحنا شغالين الشال في البداية في الوسط في النهاية كده الدور التاني خلص واحد اتنين تلاتة سلسلة بلف الشغل وعلى الصدفة هشتغل صدفة زي ما احنا قلنا الصدفة بتاعة البداية والوسط والنهاية سبتين معنا تنمحنا شغالين واحد اتنين سلسلة من نفس الفراج باخد اتنين عمود العمود الاول العمود التاني واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابة عندي هنا بف تلاتة سلسلة بف في السلسلة بتاعة الوسط هنفوت السلسلة الاولى السلسلة التانية بدخل طبعا لو انت لقيا صعوبة ممكن تجديها من وسط الفراج على طول واحد اتنين تلاتة اربعة لفع الابة بخرج منهم كلهم مع داختين لفع الابة بخرج من الاتنين واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابة نفس السلسلة بدخل وباسحب الخيط واحد اتنين تلاتة اربعة لفع الابة بخوج منهم كلهم مع داختين لفع الابة بخوج من الاتنين كده اشتغلت داخل البف بف شايفها بالشكل ده بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابة وعالصدفة هاشتغل صدفة اللي هي اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود العمود الاول العمود الثاني وكده وصلنا للوسط يعني اللي اشتغلنا قبل الوسط هنشتغله بعض الوسط واحد اتنين تلاتة سلسلة لا فعل ابقى عندي هنا تلات سلاسل ما بين البف والبف في السلسلة بقم اتنين بدخل وبسحب الخيط اربع سحبات واحد اتنين تلاتة اربعة لفع الابة بخرج منهم كلهم ا hose خطين لفع الاابة بخرج من الاتنين واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابة من نفس المكان بسحب البف من اربع سحبات واحد اتنين تلاتة اربعة لفع الايباء بخرج منهم كلهما دخط لفع الايباء بخرج من الاتنين واحد اتنين تلاتة سلسلة واحد صدفة بتاعت النهاية هي اشتغال صدفة اللي هي اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود هخلص الدور الثالث ونبقى في بداية الدور برابعة. انا كده خلست الدور التالت وبدأت برابعة باول صدفة. بعد كده. واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابعة. عندي هنا بف. تلاتة سلسلة بف. الفرق بتاع التلات سلسل بادخل وباسحب الخيط وباخد عمود. سلسلة واحدة لفع الابعة من نفس الفرق باخد العمود التاني. سلسلة لفع الابعة من نفس الفرق باخد العمود التالت. سلسلة لفع الابعة من نفس الفرق باخد العمود الرابعة. سلسلة لفع الابعة من نفس الفرق باخد العمود الخامس. كده انا اشتغلت خمسة عمود بينهم واحد سلسلة. بالشكل ده. بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة واحد صدفة هاشتغل صدفة. العمود الاول. العمود التاني. اتنين سلسلة. اتنين عمود. كده انا اشتغلت الصدفة بتاعة الوسط. بالشكل دي. قبل الوسط هنشتغلوا بعض الوسط. واحد اتنين تلاية سلسلة لفة على الابا. عندي الفارق بتاع التلس سلاسل ما بين البف والبف. بدخل باسحب الخيط. وباخد اول عمود. سلسلة واحدة كفاصل. العمود التاني. سلسلة واحدة العمود التالت. سلسلة واحدة العمودة بابع. سلسلة العمود الخامس. واحد اتنين تلاتة سلسلة وعلى الصدفة بتاعة النهاية هشتغلها صدفة. هخلص الدور الرابع. واشتغل الدور الخامس باول صدفة ونرجع تاني. انا كده خلصت الدور الرابع وبدأت الخامس باول صدفة. والدور الخامس هنا هنبدأ ناسس. يعني كل ما هتشتغل الخامسة عمود بينهم واحد سلسلة يبقى الدور الجديد على طول هناسس. هنشوف هناسس فين? بعد ما عملت صدفة البداية واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابع. عندي هنا تلات سلاسل بفرط اول سلسلة بروح تانية باشتغل البفر. واحد اتنين تلاتة اربعة. لفع الابع باخروج منهم كلهم مع داختين لفع الابع باخروج من الاتنين. واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابع من نفس السلسلة باخد بفر. واحد اتنين تلاتة. اربعة. لفع الابع باخروج منهم كلهم مع داختين لفع الابع باخروج من الاتنين. بالشكلة. يبقى احنا اسسنا في اول فراج ابننا على طول. بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة بروح على اول فراج هيبني ما بين العمود الاول والتاني بتاع الواحد سلسلة باخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. الفراج اللي بعده على طول باخد حشو. بطريقة الاناناس. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة الفراج اللي بعده على طول باخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة الفراج اللي بعده على طول باخد حشو. كده اصبح عندنا تلات فراجات من اربع سلاسل فوق العمدان. بالشكل ده. بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة لفة على الابة. عندي هنا تلات سلاسل قبل الصدفة. بفوت السلسلة الاولى السلسلة التانية. هدخل وعمل بف. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. لفة على الابة بخرج منهم كلهم مع دختين لفة على الابة بخرج من الاتنين. واحد اتنين تلاتة سلسلة لفة على الابة. نفس الفراج باخد من نفس السلسلة باخد البف التانية. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. لفة على الابة بخرج منهم كلهم مع دختين لفة على الابة بخرج من الاتنين. بالشكل ده. يبقى عملنا في البداية تأسيس. وكمان عملنا قبل الصدفة بتاعة الوسط تأسيس جديد. واحد اتنين تلاتة سلسلة لفة على الابة على الصدفة هاشتغل الصدفة. اللي هيا. اتنين عمود. اتنين سلسلة. اتنين عمود. وكده احنا اشتغلنا الصدفة بتاعتي بوسط. اللي اشتغلنا قبل الصدفة هنشتغله بعض الصدفة بنفس الترتيب. واحد اتنين تلاتة سلسلة لفة على الابة. عندي هنا تلات سلاسة بفوت السلسلة الاولى السلسلة التانية على طول. بدخل وبسحب بف. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. لفة على الابة بخوج منهم كلهم مع دختين. لفة على الابة بخوج من الاتنين. واحد اتنين تلاتة سلسلة لفة على الابة. باخد البرفة التانية. واحد اتنين تلاتة اربعة. لفة على الابة بخوج من الاتنين. كده عملنا تأسيس للجبز. واحد اتنين تلاتة سلسلة. عندي هنا خمسة عمود. بعد العمود الاول في الفراغ بتاع الواحي السلسلة باخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. لفر اللي بعده باخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. لفر اللي بعده باخد حشو. واحد اتنين تلاتة سلسلة لفة على الابة. عندي هنا تلات سلاسل بفرط السلسلة الاولى. السلسلة التانية بعمل بف. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. لفة على الابة بخوج منهم كلهم. مع دخلتين لفة على الابة بخوج من الاتنين. واحد اتنين تلاتة سلسلة. لفة على الابة من نفس الفراغ باخد البف التاني. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. لفة على الابة بخوج منهم كلهم مع دخلتين. لفة على الابة بخوج من الاتنين. بالشكل ده. بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة. وعلى صدفة النهاية هشتغلها صدفة. اللي هي اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود. واهل في الشول وابدأ الدور السادس باول صدفة ونفجع تاني. انا كده خلصت الدور الخامس وبدأت السادس في اول الصدفة. والدور السادس هو تكرار الدور التالت. يبقى احنا كررنا الدور التاني. دلوقتي بنكرر الدور التالت. هنشوف هنكرره ازاي. عملت صدفة البداية بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة لفة على الابة. عندي هنا تلات سلاسل بين البف والبف. بفوت السلسلة الاولى والسلسلة التانية باشتغل بف. واحد اتنين تلاتة. اربعة. لفع الابة باخرج منهم كلهم عدختين لفع الابة باخرج من الاتنين. واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابة من نفس الفراغ باخد بف. واحد. اتنين تلاتة اربعة. نفع الابة باخرج منهم كلهم عدختين لفع الابة باخرج من الاتنين. بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة. وعندي هنا اول فراغ من اربع سلاسل بعمل حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة الفراغ اللي بعده بعمل حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة الفراغ اللي بعده بعمل حشو. واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابة بروح الفراغ بتاع البف والبف من ثلاث سلاسل بفوت السلسلة الاولى باشتغل في السلسلة تانية بف واحد اتنين تلاتة اربعة نفع الايبه باخج منهم كلهم مع داختين لفع الايبه باخج من الاتنين واحد اتنين تلاتة سلسلة نفع الايبه من نفس المكان باخد البف التاني واحد اتنين تلاتة اربعة نفع الايبه باخج منهم كلهم مع داختين لفع الايبه باخج من الاتنين. بالشكل ده. واحد اتنين تلاتة سلسلة. وعندي هنا صدفة هشتغل صدفة. ودي صدفة الوسط. العمود الاول. التاني. واحد اتنين سلسلة اتنين عمود. كده انا اشتغلت صدفة داخل الصدفة. واللي اشتغلنا قبل صدفة الوسط هنشتغل بعض صدفة الوسط. واحد اتنين تلاتة سلسلة. لفع الابعة. وعندي هنا فراغ من تلات سلسل. هفروت السلسلة الاولى. السلسلة التانية هشتغل منها بف. تلات سلسل بف. بعد كده تلات سلسل. وعلى اول فراغ حشو. اربعة سلسلة حشو. اربعة سلسلة حشو. يعني نفس اللي اشتغلنا في الجزء الاول من الدور هنشتغله في الجزء التاني من الدور. هخلص الدور السادس. ارجع تاني. انا كده خلصت الدور السادس وبدأت الدور السابع باول صدفة والدور السابع معانا هو تكرار الدور الرابع اللي هو فيه عمدان ما بينهم سلسلة يبقى احنا بنكرر تلات ادوار بس التاني والتالت وربع طول ما احنا شغلين الان الناس بتاعتنا بدأت تقفل زي ما انت شايفة كده هنشوف دلوقتي هنكرر ازاي بعد ما عملت الصدفة بتاعت البداية بشغل واحد اتنين تلاتة سلسلة وعالفراج بتاع البف بسحب الخيط وبياخد اول عمود. عمود الاول وسلسلة العمود التاني. سلسلة العمود التالت. سلسلة العمود الرابع. سلسلة العمود الخامس. واحد اتنين تلاتة سلسلة على اول فراج من الاربع سلاسل هاخد حشو. هنا بقى مش هشتجل اربع سلاسل زي كل ما فوق الاناناسة. واحد اتنين تلاتة سلسلة الفراج اللي بعده هاخد حشو. كده اشتجلت تلات سلاسل قفلت بيهم الاناناسة. لان ده هيبقى مكان التأسيس الجديد. واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابع في الفراج بتاع البف هياخد اول عمود. سلسلة فاصل لعمود التاني. سلسلة لعمود التالت. سلسلة لعمود بابع. سلسلة لعمود الخامس. واحد اتنين تلاتة سلسلة وعالصدف هاشتجل اللي هي اتنين عمود. اتنين سلسلة اتنين عمود. واحد اتنين تلاتة سلسلة. وعلى الفراج بتاع البف هاخد خمسة عمود ما بينهم واحد سلسلة. تلات سلاسل وفي اول فراج من الاربع سلاسل باخد حشو. تلاتة سلسلة في الفراج اللي بعده هياخد حشو. وهنبدأ نكرر. يعني اللي اشتغلنا قبل الوسط هنشتغله بعض الوسط. بنفس الترتيب. هخلص الدور السابع ونبجع في الدور الثامن. انا كده خلصت الدور السابع وبدأت الدور الثامن باول صدفة. وفي الدور السابع احنا اشتغلنا الخامسة عمود بينهم واحد سلسلة. واحنا قلنا كل ما هنشتغل الخامسة عمود بينهم واحد سلسلة هنبدأ نأسس. يبقى الدور الثامن على طول هنأسس. هنشوف اماكن التأسيس. بعد كده انت هتبدأ تأسيس بكل سهولة ان شاء الله. اشتغلت الصدفة بتاعت البداية. واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابعة. عندي هنا تلات سلاسل. اول سلسلة بفوتها بروح تاني سلسلة. باشتغل بف. واحد اتنين تلاتة اربعة. لفع الابعة بخرج منهم كلهم مع دقتين لفع الابعة بخرج من الاتنين. واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابعة. من نفس المكان باخد برف التاني. واحد اتنين تلاتة اربعة. لفع الابعة بخرج منهم كلهم مع دقتين لفع الابعة بخرج من الاتنين. اسسنا في بداية الدور. واحد اتنين تلاتة سلسلة. عندي هنا خمسة عمود. بعد اول عمود في الفراج بتاع الواحي سلسلة باخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة الفراج اللي بعده على طول باخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة الفراج اللي بعده باخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة الفراج اللي بعده باخد حشو. واحد اتنين تلاتة سلسلة كده انا خلست التلات فراجات اللي فوق العمدان. بعد كده هنقسس طب هنقسس فين? شايفة هنا? الجبزة اللي احنا قفلناها كان اخر فراج تلاتة سلسلة. هو ده اللي هنأسس فيه لفع الإباء بفوت أول سلسلة بواحد تانية اخد بف واحد اتنين تلاتة اربعة لفع الإباء بخج منهم كلهم مع دخلتين لفع الإباء بخج من الاتنين واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الإباء من نفس المكان باخد البف التاني واحد اتنين تلاتة اربعة لفع الإباء بخج منهم كلهم مع دخلتين لفع الإباء بخج من الاتنين واحد اتنين تلاتة سلسلة وعند الخمسة عمود اول عمود بفوته بروح الفراج اللي بعده باخد حشو واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة الفراج اللي بعده باخد حشو واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة الفراج اللي على الدور باخد حشو واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة الفراغ اللي علي الدور باخد حشو واحد اتنين تلاتة سلسلة هنا فراغ وبعدين صدفة الوسط دايما عندك في التأسيس قبل صدفة الوسط وبعدها في تأسيس جديد دولة سبتين معك بفوت السلسلة الاولى السلسلة التانية بابدأ اقس واحد اتنين تلاتة اربعة لفع الايبة باخج منهم كلهم مع داختين لفع الايبة باخج من الاتنين واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الايبة من نفس السلسلة باسحب البف التانية واحد اتنين تلاتة اربعة لفع الايبة باخج منهم كلهم مع داختين لفع الايبة باخج من الاتنين بالشكل ده بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الايبة وعلى صدفة الوسط هياخد صدفة اللي هي بتتكون منه اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود العمود الاول العمود التاني وكده احنا وصلنا للوسط معناها اللي اشتغلنا قبل الوسط هنشتغله بعد الوسط واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الايبة عندي هنا تلات سلاسل بعد الصدفة بفعوت السلسلة الاولى السلسلة التانية باشتغل فيها الجبزة الجديدة بف تلاتة سلسلة بف تلات سلاسل وعلى اول فعر بعد العمود الاول باخد حشو اربعة سلسلة وحشو وهنبدأ نكبر نفس اللي اشتغلنا في الجزء الاول من الدور هنشتغله في الجزء التاني من الدور هخلص الدور الثامن ونبجع في بداية الدور التاسع انا كده خلست الدول الثامن نشوف بقى أسسنا فين على طول في كل تأسيس هيبقى عندك تأسيس في البداية وتأسيس في النهاية دولة سبتين على طول معاك تون منت بتأسيسي وكمان تأسيس قبل صدفة الوسط وتأسيس بعد صدفة الوسط يبقى عندنا أربع تأسيسات سبتين تون منت بتأسيسي في الشائل بعد كده أسيس اللي بيبقى زيادة بيجي شايفة هنا جبزة قفلناها في الفراج بتاعها الأخير اشتغلنا جبزة يبقى كل ما هتقفلي جبزة في الفراج بتاعها الأخير هتشتغلي تأسيس كمان وهنا في الجبزة اللي قفلناها في آخر الفراج اللي هو بتاع التلس سلاس اللي أخدنا تأسيس جديد يبقى عندنا كام جبزة أسسنا فيها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يبقى احنا عرفنا لأماكن بتاعت التأسيس يبقى في البداية في النهاية اتنين على طول في الوسط قبل صدفة الوسط وبعد صدفة الوسط بعد كده فوق كل جبزة هتخلص هيبقى عندك تأسيس جديد الجبزة اللي هتخلص هيبقى عندك تأسيس كده احنا عرفنا ازاي بنقرر الشال وازاي كمان بنأسس احنا بنقرر ثلاث أدوار بس اللي هو الثاني والثالث وربع طون ما احنا شجالين بالشال هعمل النموذج ونبقى عشان نشوف شكل الشال النهائي انا كده شجلت النموذج بتاع الشال واسست للغبز الجديدة اسسنا في بداية الشال يبقى دايما معنا تأسيس في بداية الدور وانهائية الدور وكمان مقبل الصدفة بتاعة الوسط وبعد الصدفة بتاعة الوسط بعد كده التأسيسات كلها فوق الغبز اللي بتخلص بيبقى فيه تأسيس فوق الغبزة التانية فيه تأسيس والناحية التانية زيها كل غبزة بنخلصها بنبدأ نأسس فوقها الجبزة سهلة جدا تكرار ثلاث أدوار بس مش هياخد معاك وقت خالص زائد ان هو شكله جميل جدا وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهار ده اتمنى الشرح كان واضح والشال عجبك لو عجبك يريد تدعمينا بلايك وشيرب ولو جديدة معنا تشتركوا في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكل جديد ان شاء الله اشوفكم على كيف بفيديو جديد ترجمة نانسي قنقر